السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام يا أبو العباس يا هلا يا هلا كيف الحال؟ هل أبيك شانك شيخ وليد؟ عملي شلونك؟ الحمد لله الله ينطيك العافية تحياتي إلك وجميع الأخوة المستمعين والمشاهدين حياك الله تفضل أبو العباس شيخ وليد أولا أريدك توضح لي ما معنى البيعة أولا شيء ثاني ما الجزاء الذي يترتب على الصحابي الذي لا يبايع أو يرفض البيعة أو يعتزل لا يبايع ما هو الجزاء الذي يترتب عليه تفضل أولا البيعة هي التأييد والنصرة والطاعة في المكره والمنشط نعم أنا صحابي موجود والمسلمين بايعوا الخليفة أبا بكر أنا موجود لا أبايع ما الذي يترتب عليه؟ ما الجزاء الذي يقع عليه؟ من المفترض أن يبايع من المفترض أن يبايع ما بايع ما بايع خلاص ما بايع ما بايع خلاص إذن هي مو مشكلة يعني يعني أكفر إذا ما بايع تأكفر لا ليس معناها أن أنت تكفر ممكن يكون عندك أسباب لعدم البيعة مثلا مثلا أنت مش راضي على الإمام دوت ولكن هي دي بصراحة فيها مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن لو غالب المسلمين بايعوا يبقى أنت تبايع نزولا على رأي المسلمين أو على الجمهور أو على الأغلبية حتى لو كنت معه مقتنع حتى لو كنت معه مقتنع لا فيه فرق ما بين حتى لو مقتنع أو مش مقتنع لو أنت مش مقتنع خلاص ولكن أنت عليك السمع والطاعة ليه؟ لأن غالبية المسلمين بايعوا يعني لا تنفض يدك من إيه؟ خلاص لا يعني مثلا حولها كان عند الوقت اسمعني بس الآن مثلا غالبية المسلمين بايعوا شخصا ما خليفة ما تمام؟ والخليفة أمر بالجهاد وأنا ما بيعت الخليفة ده هل أجاهد ولا لأ؟ أجاهد أطلع ويالناس صح كده؟ يبقى هنا إيه؟ يبقى أنت خلاص وكأنك بيعت لأن أنت خلاص مفروض عليك السمع والطاعة مش معنى أن أنا لأ مش عاجبني الخليفة ده فخلاص بقى أنقض أوامره كلها ما ينفع الخلفاء الذين جاءوا بعد النبي هل أمروا بمعصية؟ هل أمروا بهدم الدين الإسلامي؟ هل أمروا بالمنكر؟ لا ما هذا ما أمروا بهدم الدين الإسلامي ولا بمنكر ولا إذن لماذا يعترض؟ إذن لماذا يعترض عليهم علي بن أبي طالب؟ ممكن علي بن أبي طالب يعترض لأنه يرى في نفسه مثلا الحق بالخلافة الآن بعد هذا البحث ما أدري يعني يحتاج لشيخ وليد لا 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 يعني أنا مثلا دلوقتي مثلا مثلا دلوقتي مثلا أنا قدامي مثلا أربع مسلا رؤساء والأربعة دول تأخذوا في الانتخابات وأنا كنت شايف نفسي أحق إيه؟ أحق منهم تمام؟ ولكن لم يسعفني الدخول فلا مقتنع بدا ولا مقتنع بدا ولا مقتنع بدا أنا شايف أنا الأحق مثلا تمام؟ لكن غيري ممكن يبقى مقتنع بهم ممكن يبقى مقتنع بواحد ممكن يبقى مقتنع باثنين ممكن بابين يفاضل ما بين واحد واثنين الأهم من كده بعد الانتخاب السمع والطاعة السمع والطاعة وده اللي حصل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه إن أهم حاجة بعد كده وإن كان هو رافض مثلا في نفسه حسب ما أنت بتتكلم إن كان هو رافض في نفسه بعد كده سمع وأطاع ولا لأ؟ سمع وأطاع حسب الله خلاص خلصت القصة يعني ما شفنا من عنده تمرد أو مثلا طيب هي قصة في كده هي قصة في كده مش لازم أنا يعني أنت مثلا هل إحنا مثلا بعد صحابة النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيعة بقولوا إن فيه كان فيه مية وعشرين ألف صحابة هل من المفترض إن المية وعشرين ألف صحابة كلهم يبقوا على قلب رجل واحد فيه مثلا تأييد أبو بكر الصديق إن هو اللي يبقى الخليفة ممكن تبقى مجموعة شايفة إن عمر هو الخليفة إن هو حق بها مثلا عمر قوي وعمر كذا ممكن مجموعة تقول لك علي بن أبي طالب هو الخليفة ليه لأن علي بن أبي طالب أخداكم وكلام ده كله تمام ممكن واحد يجي يقول لك إيه طب ما إحنا يا جماعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم أهل معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام فليه من أيتش معاذ بن جبل واحد تاني يجي يقول لك أبو عبيدة أمين الأمة حزيفة أمين أنها سر النبي صلى الله عليه وسلم واحد يجي يقول لك لا ده كان عايز أسامة بن زيد أغباط سنه حلو كده وجميل وقائد للجيش قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليه من أيدهوش انت فهم ناص ديه نعم نعم والناس مجموعة تانية تقول لك لا إزاي أسامة بن زيد ده النبي أبن ما يموت وصى أبو بكر الصديق إن هو يصلي بالناس نعم شيخنا فلما دخل الصخيفة وأيدوا باعة أبو بكر الصديق بعد ما خرج أبو بكر الصديق خلاص الناس أيدت الباعة منهم من أيدها مبايعة ومنهم زن سكت خلاص أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق لكن بعد كده هل كان هناك اعتراض من الصحابة على ما فعله أبو بكر الصديق مثلا من قتال من ينعي الزكاء ما كانش فيه اعتراض من الصحابة واللي اعتراض رجع تاني عن اعتراضه هل كان هناك مثلا من الصحابة من اعتراض على أبي بكر الصديق في قتال المرتدين ما كانش فيه حد من الصحابة اعترد على قتال أبو بكر الصديق المرتدين وإلا أبو بكر الصديق لم يثبت تاريخيا هو قاتل لوحده لا طبعا طب مين يقلش اللي وراه أبو بكر الصديق علي وعمر وعثمان وخذ بأنت شيخنا كعدف التساؤلات اثنين في بالي طب حقيقة أنا أستغرب من موقف أمير المؤمنين أنا مو أستنكر أستغرب ما أعرف أريد إجابة بس لا إنه عندما في خلافة الخليفة عثمان بن عفان قام الخليفة بنفي أبي ذار إلى الربذة ولم يتكلم الإمام علي ولم يحتج قام بضرب عمار حتى أصابه الفتخ ولم يتكلم أمير المؤمنين لماذا ما أعرف هل هو إقرار على إقرار يا غالي يا غالي ما أنت لو تاخد منهج أهل السنة الجماعة ما أنت لو تاخد منهج أهل السنة الجماعة بعدم عصمة الصحابة رضي الله عنه وارضاه ولكن الحسنات اللي فعلوها تغطي على السيئات وإنهم مش معصومين إنهم بشر زي أي بشر بيقع منهم ما يقع من البشر فمثلا أنا أنظر إلى علي تفضل يعني مثلا أنت بتنظر إلى علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب لو لا أن هذا الفعل علي شيعة وليس علي السنة أنا فاهم يعني علي بن أبي طالب بتاع الشيعة لو لا فعل عمر بن خطاب صحيحا لا اعترض علي بن أبي طالب ما يفضل مسلن لحد الامتة يعني وبعنين أساسا يعني شرعا كنت بخير أمة إن أخرجت للناس تمرون بالمعروف وتنهون عن منكر فلو أن هناك منكر أمام علي بن أبي طالب بالعقيدة الإسلامية أنا هقول لك بلا سنة ولا شيعة بالعقيدة القرآنية وجب على علي بن أبي طالب أن يظهر أين المعروف وينكر المنكر كما فعل الحسين بالضبط طالب مستعد أنا قلت لأحد المشايخ أحد المشايخ قلت له لماذا لم يخرج أمير المؤمنين إذا كان صاحب حق وهؤلاء أهل منكر مع احتراماتي لماذا لم يخرج عليهم قالوا لم يقل له أتباع قلت وهل كان لدى الحسين أتباع قرج بسبعين رجل مقابل ثلاثين ألف رجل هل كان لديه أتباع قالوا سيقتل قلت له أن الحسين يعلم أنه سيقتل لماذا لم يقتل علي من أجل الحق لم يتكلم يعني احتار بالجواب وهو هي المسألة المسألة اللي يقول لها تناقضات في دين الشيعة لماذا سالم الحسن وخاتل الحسين لماذا سالم علي والحسن وخاتل الحسين فالمسألة كلها وبعدين أتباع إيه بقى علي بن أبي طالب معلش يعني أتباع إيه وعلي بن أبي طالب يعني أنت عايزين يا شيعة تفهموني أن علي بن أبي طالب لما اختصبت منه الإمام ما كانش ليه أتباع خالص أمال فين بنوا هاشم أساسا فين بنوا هاشم أحسنت من علي بن أبي طالب التساؤل الثاني شايف هنا التساؤل الثاني أنه بعد وفاة الخليفة معاوية بن أبي سفيان والأمور أصبحت إلى يزيد بايعوا المسلمين يزيد ثلاثة من الصحابة لم يرفضوا البيعاء أو تمردوا الحسين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر ما كان خطر هؤلاء على الدولة الإسلامية في ذلك الوقت يعني هم أشخاص أفراد شنو كان خطرهم بحيث أنه أصبحت الأمور أنه أصبحت جيش لقتاله بص الأشخاص ما فيش خطر عليهم أصبحت جيش قوامه ثلاثون ألف مقاتل لقتال هذاء ثلاثة أشخاص عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي لا بس أنت بص أقول لك حاجة يغدك من فين يغدك لزمن الصحابة الجميل يغدك للزمن الصحابة الجميل أن الصحابة لما كانوا بيظهروا للشيء ويظنوا أنه خطأ ما بيسكتوا دول ما سكتوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة منهم علي بن أبي طالب احتقنوا في صلح الحديبية احتقنوا في صلح الحديبية واعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية تخيل وعلي بن أبي طالب نفسه ما نفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يعني معناها إيه يعني معناها أنهم لما بيشوفوا شيء ومش اقول لك بقى مقتنعين بيه او مش مقتنعين بيه او حاسين ان فيه مظلم عليهم ما بيسكتوا ما بيسكتوا فعلي ابن ابي طالب لما تقتصد منه الخلافة يسكت كده ويداهم كده ولما امرته تضارب يسكت ويداهم فالتلاتة اللي حضرتك ذكرت اسمائهم ما دولة الباقية الباقية من التابعين ما يسكتوا يعني الصغار دولة ما سكتوا علي ابن ابي طالب يسكت التلاتة اطفال دولة بالنسبة لعلي ابن ابي طالب اطفال ما سكتوا وما رضوا على فعل يزيد وهو سكت نعم ما تيجي ما تمشي شيخنا ما تفسيرك ان الامام علي عليه السلام في صحيح البخاري امتنع عن البيع على مدة ستة اشهر لماذا؟ والله هو هناك عدة احاديث انه بايع مباشرة وانه اعاد البيع للذي ظن انه لم يبايع عندما انكر وجوه الناس يعني شف وجوه الناس انتين لا اعاد اقدراتي من غير بايع فبايع مرة ثانية نعم وهناك قول انه انشغل بمرض السيدة فاطمة رضي الله عنه ارضاه ثم بايع لكن في النهاية بايع ولا لم يبايع بايع يعني ظاهر انه بايع لا لا من الظاهر نسأل سواء ان كان حراما عليه البيع ابتداء وانتهاء فلماذا بايع؟ هو حسب ما قرناه انه يريد يحفظ بيضك الاسلام يحفظ الاسلام يحفظ انه الناس بعدهم حديثين بالاسلام لا انت ما فهمت السؤال انت ما فهمت السؤال يا ابو العباس اذا كان محرم عليه بيع او مبايع لطاغية ابتداء فلماذا بايع انتهاءا؟ يعني الحرام حرام لليوم القيامة صح؟ فست في نظرك ابو بكر طاغية وين طغيانس؟ انا مش في نظري انا انا بحدسك على انك شيعي انا مش في نظري انا لا وين الطغيانس انا اريد اشوف الطغيان وين السؤال انت برضو ما فهمت السؤال عجبالك بطريقة تانية برضو ابو العباس يعني ما هي الاسباب التي جعلت علي ابن ابي طال لم يبايع ابتداء وبايع انتهاء ايه هي الاسباب؟ يعني مثلا كان ابو بكر طاغية وبعدين اصبح شريف فعشان كده بيعه؟ ما هو لو حرام البيعة بتاعت ابو علي ابن ابي طالب؟ يعني لو علي ابن ابي طالب يعلم ان باعته في البداية هي محرمة على علي ابن ابي طالب؟ او خطأ ان علي ابن ابي طالب يبايع؟ تمام؟ ابتداءا يبقى برضو خطأ وحرامه ويبايع انتهاءا؟ ولا مش مصبوط؟ صحيح؟ طيب ليه بايع انتهاءا؟ يعني ايه هي اللي تغير في ابو بكر الصديق حتى يبايعه لو بعد ست شهور؟ والله يا شيخ وليد ما اعرف اجاوبك اه لا ايه اللي تغير ايه اللي تغير ايه اللي تغير هو هو ابو بكر وهو هو عمر وهم هم الصحابة ايه اللي تغير عشان يبايع بعد ست شهور؟ ما اعرف والله ما اعاده طيب ما خلاص يبقى كده خلاص انتهت القصة انا ممنون منك شيخ وليد اشكر ايه اللي تشتكر لي بأمان الله مع السنة امام العباس اشتركوا في القناة